التعليمات العامة للعمل في المختبر وذكرنا وأشيرنا في بيها السابقة للمعامل وخاصة في كلية العلوم وخاصة قسم الكيميا وقسم الفيزيو وقسم الأحياء وأشيرنا لكل معمله خصوصية وفي تعليمات مشتركة لكل هذه المعامل فإذن هنا نتابع بعض التعليمات بشكل عام ملصغات إجبارية وإرشادية في المعامل تكون إجبارية يعني كل واحد ملزم أن يعمله إرشادية توجهك كيف تعمل أو تتبع الأشياء السليمة لحماية نفسك وحماية قيرك في داخل المعمل يجب أن يبدأ في واجهة كل معمل في باب كل معمل السافتي صاين أو علامات السلام هذه أشياء إجبارية في كل المعامل إذا ما لبسناها ما ندخل المعمل إذن حماية العين نلبس النظارات يعني إجباري هذا نلبس اللاب كود طبعا عندنا الأشياء الأربع الممنوعة الموبايل الشرب الأكل لتدخين هذه نو سموكي نو إيتيك نو درينكين نو سيلفونس إذن لو هذه المعلومات أي هذه الملصغات موجودة وبشكل إجباري موجودة في أمام كل المعامل بدون تحديد لكل المعامل في كل الأقسام الثلاثة عندنا الرموز كما لدينا الموادة القابل للإنفجار والإك气 المواد الآكلة كما لدينا المواد الضار والأنفهل مصطلحات السلامة ومصطلحات الخطورة الموجودة في بعض المواد بدل نتابع الاستطاوية بنشوف العلامة من هذا ونعرف الارف ريزيس أو الرسك المخاطر المرتبطة بهذه المادة إذا نشوفنا زي هذه نعتبر إنه هالمادة هامفول مؤزية ضرة كيف نتعامل معها بهذه الطريقة وإذا شوفنا بعض الاسف ريزيس يبقى كيف نتعامل مع هذه المادة إذا هذه مهمة جداً يجب أن نشوف الكنتينر بالنسبة لمادة هذه إذا كانت هذا الشكل موجود فيها يبقى إذا نعتبر إنه مؤزية أو ضرة وهكذا إذن هذه مهمة جداً في معرفة الرموز مهمة لإختصار الأشياء حتى لو كتب عليها يبقى إذن من الرمز أن نعرف الضرر الذي يمكن سببه هذه المادة إذن وذكرنا كثيرا الـ Personal Protective Equipment Personal Protective Equipment مستلزمات الوقاية المعملية Globes الغفازات واللاب كوت المعطف والجوجل أو نظرات السلامة هذه مهمة جداً think about chemical hazards فكر لي في الخطورة بتاعة المواد الكيميون وطبعاً زي ما ذكرنا في الأحياء أيضاً وجود بعض الأشياء الأخرى الخطيرة هل أنت محمي بشكل جيد؟ إذا فكر لي في هذه الثلاثة أشياء فكر بشكل جيد هذه مهمة جداً You should always wear PPE وهذا شيء إجباري هذا إجباري يعني إذا لم تلبس هذه ما تدخل المعمل هذه مهمة جداً لحمايتك أنت أولاً فكر your eyes عيونك يدينك كل هذه الثلاثة أشياء لازم تحميها بشكل مهم جداً يبقى إذن نحن نتبع هذه الإجراءات للحد والوقاية لكي لا نؤذي نفسنا ونؤذي غيرنا وقلنا مسألة السلامة هي لا ضرر أي لا نضر أنفسنا ولا نضر غيرنا أي نحمي أنفسنا ترجمة نانسي قنقر